النهاردة كابتل نقاب جلال بعد المباراة قال إن محمد صلاح كان بيعاني من إصابة ولعب متحملاً على نفسه ورفض طلب ليفربول بالخضوع لأشعة قبل المباراة وسأرض على الآن شوفوا الكلام الحلو وإن كنت يعني وإن كنت بصراحة ألوم على محمد صلاح في هذه اللقطة يعني آه إحنا محتاجينه أهم لعب في منتخب مصر طبعاً بس إحنا يهمنا محمد صلاح يفضل سليم ما عندوش إصابة طويلة ما يحصلوش أي مضع فضل قدر الله ونخسر رمز بيمسلنا في كل مكان في العالم ونخسره كمان مع منتخب مصر فلولا قدر الله كان مصاب لأك كابتل نقاب جلال كان يوافق أنه يشارك ولا محمد صلاح يتحمى على نفسه ويشارك اللي بقيين رجال اللي موجودين رجاله ويسده فالموضوع ده مهم جداً ما يحصلش ولا يتكرر تاني مفيش لعب أبداً في العالم بيبقى مصاب ويلعبه هو مصاب مفيش مهما كان لمنتخب ولا فريق ليه عشي انت كمنتخب حتى ممكن تخسره لشهور ما تقدرش تفيد منه ممكن تبقى محتاجه المباراة اللي جاية مباراة أسيوبيا ما تقفش تلعبه مثلاً فدي نقاط مهمة مشكوراً طبعاً محمد صلاح مشكوراً جداً على روحه وقلبه اللي احنا معتدين عليه منه دايماً محمد صلاح كده بالمناسبة سيبك من الناس الصغيرة والقليلة اللي ممكن يقولوا ان محمد صلاح ما بيديش المنتخب مصر لا 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 راجل بيلعب بقلبه بيحب بلده بيحب منتخب بلده بيحب تشيرت بلده فما فيش قلق من القصة دي بس احنا نخاف عليه ونحبه دايماً يبقى سليم معافة دون أي إصابات قال كمان النهاردة الكابتن إياب جلالي انني كان هيشارك في التشكيل الأسية له لا إصابته لانه كان هيساهم في الجانب الهجومي قال كمان تريس جيها يخضع لأشعر الوقوف على حجم إصابته وانني قد يشارك أمام كوريا الجنوبية في المباراة الودية وقال إننا مش هلوم لعب الأهلي المجهدين خاصة عمر السلية وحمدي فتحي السنائي اللعب ولديه بعض المشاكل بسبب العودة مؤخراً من الإصابة وقال بشكر الجماهير والإعلام على الدعم كنت واصك من الفوز واستعجبت بين الشوتين من تأخر التقدم فضلنا عدم تغيير طريقة اللعب الحفاظ على التأكلهم بين اللعبين وأشكر كل اللعبين على ما قدمواه منتخب كان يقدم نتائج جيدة في المرحلة الماضية ولذلك قلت أني مش غير طريقة اللعب أو معظم القوامل الأساسي من المؤكد أننا سنتحول للأفضل في الأداء ولكن بشكل تصعودي مع مجموعة العناصر الهجومية القوية